في البداية كلمنا قبل كده عن أهمية زيارة توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر الجديد بقى حضرات انه ان شاء الله هيوصل القاهرة ان شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله مع وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية وحتشهد هذه الزيارة مقابلة السيد رئيس الجمهورية سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلام ده هيحصل ان شاء الله يوم 24 سبتمبر من أجل ان هما يعرضوا على سيادته فكرة تنظيم مصر لدورة العاب الأولمبية 2036 لان من خلال هذا الأمر ستكون مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير طبعا حاجة في منتهى الأهمية كمان حيقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته لمصر بتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وكمان تفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي والعديد من المنشآت الرياضية المصرية المختلفة حاليا يعني بتعمل اللجنة الأولمبية المصرية وهيئة استاد القاهرة الدولي للترتيب لكل التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة وكمان التجهيز لها خلال ان شاء الله الفترة الحالية وطبعا دي زيارة في منتهى الأهمية وبتؤكد على اهتمام ودعم فخامة الرئيس للرياضة ولكافة الرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية اللي الحقيقة بتخطو خطوات مهمة جدا على المستوى العالمي في الفترة الحالية فيما يتعلق به فوس كتير جدا من أبنائنا وبناتنا بميداليات مختلفة متنوعة في بطولات عالمية مختلفة دي من ناحية ومن ناحية تانية ودي نقطة اللي كنا نتكلم فيها مع حضراتكم مبارح لو تفتكروا فكرة تقلق مصر في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بحسن تنظيم وحسن استضافة فعاليات أهم وأكبر البطولات العالمية في الرياضات المختلفة يعني حاجات كتير تكلمنا فيها مش عايزين نعددها كل شوية ولكن الحقيقة يعني ومال ولما نعددها كل فترة والتانية على الأقل عشان نفكر نفسها ان احنا دلوقتي بقينا يعني في وضع أصبط بكتير مما كنا عليه زمان الحقيقة ودي كلمة حق الاسم تتقال